اشتركوا في القناة 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 تعطي عيون غائرة وتراهل جفن يبالك طبيب قدرة صماء فلا تكتشف او شيء سبب التشخيص وبعدين يعتمد عليه العلاج جميل اهم شيء لمريض السرطان ان يكون دائما معنوياتها عالية ويكون ايجابة كلام سليم عموما ادري بس اسمع يقول نوعين من المرض مرض منتشر ومرض عادي غير منتشر المشكلة المنتشر خلص يقول اغسل يعني ما يكون العلاج المنتشر يعني ان شاء الله يا رب نحن نسعى دائما الى تعزيز يعني السلوكيات الوقائية في هذا المجال لان يا جماعة الخير الوقاية صدقوني ما في افضل منها يعني ما دام انك انت تسعى انك انت تقي نفسك من الامراض وتحاول قدر الامكانك تعيش نمط حياة صحي ان شاء الله يعني نسب الاصابة راح تقل نحن نطلع فاصل ناصر يبغي يطلع فاصل انا ما اكترك ولا لا اليوم ما شاء الله يصر على الفاصل واحد عموما نطلع فاصل بعد الفاصل ان شاء الله اذا تواصل معاكم مع العديد من المواضيع القادمة فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة اسعد الله وقاتكم مرة اخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة طبعا ارقام التواصل معنا دكتورة كم ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد اربعة واحد اربعة والرسائل النصية على اربعة صفر صفر ستة وموجودين لايف على نور دبي على الانستجرام يقول القرآن والرقية الشرعية هل لها دور في العلاج؟ اسمع ناس وائد تعالجت من مرض السرطان بالقرآن الكريم والباحثين في الضب شروع العلاقات بين المرض ومرض السرطان والقرآن الكريم لا شك انزيل لا شك ان القرآن يعني علاج للروح بالضبط هو علاج انزيل وايضا نحن يعني نقول دائما الواحد يحاول قدر الامكان انه يقرأ ويخصص لورد يوميا انه يقرأ يرقي نفسه وانا الورد اليومي المعروفة ولكن ولكن مو معناتا ان انا اقول لا هو علاج وخلاص يعني ما بروح عند الدكتور ولا كده لا لانه لانه يعني واحد ياخذ بالاسباط اكيد والدكاترا هذين يعني فيه دراسات علمية صايرة على هذا الموضوع وفيه امور كثيرة يعني الواحد يعني ما يحط في باله لا وفيه حد يقول لك لا والله العلاج الشعبي ممكن يسوونه ايه شعب ومدرف نحن انا ما بغي انكر هذه المسألة ولا ابغي يدها دكتورة ولكن هي الفكرة يمكن يمشون مع بعض ممكن نقول يعني هي قضية يمشون ولا لا لكن انا اميل شوية الى الامور العلمية اكثر يعني ما دام فيه شي علمي يعني حد من الناس يقولك والله التطعيم مبزين اه هي ما نؤمن بالتطعيم هي ما نؤمن بالتطعيم تطعيم مبزين وما دري كذا هذا الكلام غير سليم بالضبط فيه واي دراسات على التطعيم بغض النظر ممكن تكون فيه حالات ممكن تأثر دكتورة او تأثرت يعني بس كم انقذت تطعيمات مليارات البشر بالضبط صح امراض كانت تودي بحياة الكثير من الناس الحمد لله ابسطة الانفلوينزا محمود كانت تقتل ملايين الناس قبل احين مع التطعيمات ما قمت الناس تموت منها بنفس الكمية شل الأطفال اللي كان الأطفال منه يتمون معاقين طول حياتهم احين مجرد تطعيم قطرات خلاص شل الأطفال القضى عليه حول العالم تقريبا فتخيلوا قوة التطعيم يعني الواحد ياخذ بالاسباب دائما طيب عندنا دكتورة يعني تطبيقات هيئة الصحة بدبي تطبيقات مميزة دائما ويعني فيها الجديد وعن تطبيق صحتي وماي شارت ما زال يحققان يعني الهدف في تسهيل الاجراءات وتسهيل الخدمات على الجمهور في مجموعة من التطويرات اللي انجزتها الهيئة في الفترة الماضية من خلال يعني التطوير على هذا التطبيق يعني مناخذ جولة سريعة مع أخونا المهندس وليد الظهوري رئيس قسم تقنية المعلومات في إدارة تقنية المعلومات هيئة الصحة بدبي أول شي صبحك الله بالخير أخوي وليد ويليت تعرفنا عن أبرز التحديثات اللي طرأت على التطبيقات في هيئة الصحة صبح الخير ونور وسرور صد محمود صباح حكرا حبيت ردك دبلوماسي على الرقيق الشرعية يعني ما شاء الله عليك لا هو مورد دبلوماسي أنا أقول يعني دائما الواحد يأخذ بالأسباب والرقي الواحد يرقي نفسه يعني هذه شغلة مهمة يعني على الأقل يعني من تنشي الصبح يعني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات يعني هذه روحة ترغيك لين المسا والعكس يعني أنا أهم شيء يشوفها في حياتي أنا شوفت ناس يعني وصلوا يعني مراحل متخم السرطان بس اتفاءة في الحياة أي نظرة إيجابية للحياة لدور كبير أحسن أحسن في ناس أصلا في مراحل يعني ببداية مراحل السرطان نظرة للموضوع المظرة سلبية ومتشاؤم ويأثر عليهم بزيادة في العياج صحيح 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 طيب الإيمان بالله طبعا هذا أكبر دليل على أن يعني أنت متفائل بالحياة ومقبل على الحياة وأيضا راضي بقضاء الله وقدر وكذلك سبحان الله أنت مأجور عند رب العالمين صح أكيد يعني رب العالمين هي لما يبتلي الإنسان فهو اختاره لأن من حبه له صحيح طبع نرجع نرجع للتطبيقات الصحية تفاضل خير الهدف من التطبيقات هذه أولا تشيل أمور كثيرة على المرضى الثانية للهيئة لتطلع على المواعيد لتطلع على نتائج المختبر حتى لو عدوا بشنون يزورون دكتور ثاني يشوفون شو الأدوية اللي بصف للدكتور ثاني عشان ما تعرضي أدوية ثانية صحيح في مستشفى خارج الهيئة وبعد جدول الطبعيم أول ما يبدخل بيانات الطفل يعرف الجدول الطبعيم كامل لو يريد أن يزور أي عيادة في الهيئة بس من خلال تطبيق يحدز العيادة ويقول له كثير الوقت الذي يأخذ لما يوصل العيادة وكم الشخص قبله في أكثر كثيرة وبعد أنه يدور على تخصص كدبي أكبر تحدي والأسئلة توصلنا نحن نتائج المختبر لا تطلع على تطبيق صح ونحن نحن نذكر أنه مع المتزامنا مع تطلاق سلامة الإجراءات بالتفعيل والتطبيق تغيرت ولازم على المستخدمين يتبعوننا أولا سابقا كان يطلب إدخال كود التفعيل من خلال زيارة العيادة لكن الآن خيرنا الإجراء كامل وخلينا الإجراء عند زيارة الموقع الإلكتروني التسجيل على الموقع الإلكتروني واختيار خيار MyChart من خلال اختيار خيار MyChart يطلب بيانات الأساسية التي هي تاريخ الميلاد ورقم بطاقة صحية وبعدين الرقم الموبايل موجود على بهاية الصحة سيتم إرسال رمز رمز خاص رمز التفعيل نعم رمز التفعيل وخلال إدخال رمز التفعيل خلاص تتفعل أنت الخدمة واسم المستخدم الذي دخلت على موقع الهيئة ممكن أن تدخل على تطبيق صحتي ولا تطبيق MyChart وتطور على كل بيانات التطبيق جميل بس نذكرهم الموقع الإلكتروني مفوض يدخلون عليه أخي وليد www.dha.gov.ae وبشو كون في أعلى الموقع في كلمة دخول ولا لوجن بعد الضغط على الخدمة تطور على خدمات الهيئة وبعدين إذا أنت عندك مستخدم نعم اضخل على المستخدم بعدين أضغط خيار MyChart والشخص الذي لا يصل إلى الرسالة النصية يجب أن يراجع الهيئة ويشوف بياناته هل بياناته محدثة أم لا لابد أن يتأكد من الرقم الموبايل الموجود في الهيئة هل هو المحدث أو خديم أو لشخص نامي هالشي بعد أننا دائما نشدد عليه على الجمهور لميون العيادات نشدد عليه وأننا لازم يحثون أرقام الهاتف الخاصة فيهم عشان يستفيدوا من خدمات الهيئة سواء كان تفعيل MyChart أو كان نظام أو المواعيد في ناس وائد يطفهم بعد المواعيد يقول لك ما وصلني المسج لأنه لم يحثون رقم الهاتف وتكتشف بعدين هالرقم قديم مقطوع من زمان أو معطينا دريول أو شي فضروري جدا هاي رسالة لجميع الجمهور لازم تحديث بياناتكم بشكل عام وهو رقم الهاتف ضروري جدا عشان يتم التواصل معاكم من الهيئة طبعا صحيح أخوي وليد الناس عندها تطبيقين صحتي وMyChart فتقول لك شو الفرق بينهم هل أسجل في الاثنين وليك فيه أستسجيل في تطبيق واحد أنت بسجيل بس على موقع الهيئة وإسم المستخدم في الاثنين في الاثنين اي وفي الاثنين هو نفسه أنا عندي عندي تطبيقين منزللهم ومحن بس أريد أن أسألك عنه في تطبيق اسمه DHA نزيل ننزل معايا وفي تطبيق اسمه صحتي DHA من زمان منزللنا اللغة من الستور اللغة ها بس لأننا منزللنا من زمان أوكي فصحتي هو اللي معني يعني اللي عنده هذا التطبيق خلاص يلغي ويستخدم صحتي صحتي هو تطبيق الأساسي للهيئة وفي كل الخدمات الهيئة في حالي الموجود ممتاز أنا ليش ذكرت هذا بس عشان يأتني بعض الاستفسارات يقولوني والله التطبيق ممشغال ولا ما فيه كذا نقولهم لا يا جماعة الخير التطبيق الرئيسي هو صحتي اللي تقدر تأخذ منك كل هذه الخدمات وشو عندنا يديد بعد كذلك أخوي وليد والله شوف عندنا هم تحديثات على تطبيق حياتي نفسه نعم السعادة نعم اللي من خلال يقدرون يعرفون بتنسي الأسئلة أول ما تنزل التطبيق والسجل مجموعة من الأسئلة تتعلق بحياتك اليومية نعم من خلال الأسئلة هذه يقدروني خلال أنت عندك خطر كبير أنك تكون تصاب بمرض السكري صح أو متوسط او منخفض إذا منخفض طبعا تشوف المحتوى لعدة نحن يتخفق كيف تتجدى بمرض السكري يعني كشف ذكي يعني إذا عالي ومتوسط أنت توصل عند الهيئة وفي طريق عندنا نحن في الهيئة يتواصل معك وذلك عندنا نحن الزيارة يتواصلون مجموعة من تخصصات طبية جميلة طرق ذائية أساسي يتكدون من صحتك هذا يسمونه فحص ذكي يا دكتور فحص طبي ذكي بالضبط فالحين عندنا فالحين هذا تطبيق حياتي له معني بالمرضى مرضى السكر كشف مبكر عنه أولا إذا كنتم مصاب بالسكري نعم الفئة الأولى ولا فئة الثانية أنت حاليا مرضى السكري يشلوني يهم تفترض غير عطا تشجلوني القراءات هذه مثلا تطبيق تذكي تقدرين تخزين المعلومات هذه كلها يعطيك ملخص بشكل يومي بشكل سبوعي ولا بشكل شهري صحيح ويقولك بعد عندنا تشجيل القراءة هل الوقت اللي انتشجلش بالقراءة هل هو عالي ولا من خفض ولا يعني مدل في المعدل الطبيعي نعم من زين وبعد فيه خدمات ضغط الدم وهو مربوط بعد بلا تشهزة انترنت الأشياء صحيح وفيه مجموعة معنا من الخصائص الموجودين من ناحية المحتوى التثقيفي في أشياء كثيرة يعني من خلال يتكيزون المعلومات هذا هو تطبيق حياتي نعم وتطبيق عنا لحن طفلي طفلي بعد حق الأمهات اللي يخططون أن يحملون وكلال فترة الحمل وبعد ما ربي يبعد لينما الطفل يوصل خمس سنوات يقولنا شو المراحل اللي هي تمر فيها شو المراحل اللي يمر فيها الطفل شو الأشياء اللي يجب أن تسويها من خلال الرضاعة ولا من خلال العراض اللي هي تمر فيها يمكن تحس بقلق ولا شيء يقول لها طبيعي ولا مش طبيعي هذا طبعا أكتري كل تطبيقات الهيئة المحتوى معتمد من الطبوع الهيئة ومراجع من عندهم يعني فتتطمنوننا مصدر وهل دائما نتكلم عنه لازم تأكدون من المصدر تأخذوا مننا معلوماتكم يكون مصدر موثوق فكل تطبيقات الهيئة المعلومات المذكورة فيها تم مراجعتها من الأطباء فموثوق المصدر 100% ممتاز نحن نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله بتكون لنا لقاءات قادمة لأنه عندكم وائد مفاجآت اللي أنا عرفها طبعا المفاجآت بجايتك إن شاء الله بس نحن يعني ساعات نبغي أشياء حصرية حق برنامجنا فنحاول شوي نسحبكم في الرمز عموما زاك الله خير وليد ظهوري رئيس قسم تقنية المعلومات صح شيء تقنية المعلومات ولا لأن الأسماء تغيرت عندنا ها وليد معنا ولا شو القسم صار حين حين التطبيقات تطوير التطبيقات تطوير التطبيقات أوكي زاك الله خير وموافقين إن شاء الله شكرا شكرا لك نهارك سعيد طيب هنا يقول لوحظة في بعض العيادات الخاصة عدم وجود دكتور عدم وضع الدكتور الأسنان كمامات الفم أثناء معالجة المريض يرجى من هيئة نحن هيئة الصحة التعميم على جميع العيادات الخاصة في وضع كمامات الفم أثناء معالجة المريض صحيح لازم هي مون قضية صحيح أنا أبغي الحادثة كيف صارت وشلست وأحمد ما عليك أمارة إذا بس تاخذ رقم الريال وتحط الملاحظة ضمن فريق المتابعة عندنا في الهيئة على أساس أن يتواصلون مع الريال يشوفون شو هي الحادثة نحن دائما نقول يا جماعة الخير اللي عنده أي ملاحظة بهذا الشكل أو شو ما كانت الملاحظة حدد لنا التاريخ الوقت ارسل لنا بعض التفاصيل اللي نقدر من خلالها نتابع هذه الملاحظة لكن التعميم ما يصلح التعميم أبدا يعني فيه أي شيء بالأغلب احتمال الأغلب يلتزم بس الميلتزم لقد أعطينا بيارات لأن القانون وسئلوا الطبيب محمود من حق المريض أنه يقول الطبيب شوفوا إذا شفت طبيب ما يلتزم لك حق تقول لها دكتوره سمحت البس الكمام لازم الحلاقة حينا نلبسه كمام نحن هي صح لاحظوا الحلاقين ما شاء الله الحلاقين صاروا ملتزمين يلبسون كمام وقفات لا يزاهم الله خير البلدية عندهم يعني صح وائد حملات تفتيشية عليهم ودائما يعني يطالعون حتى أدوات النظافة يركزون عليها صح لأن كل شخص يكون يكون له يعني تكون الأدوات اللي يستخدمها جديدة معقمة نظيفة التبطل من جدامة تتبطل ويكون معقمة متيفة لو شبته أي طبيب لازم تقولوا لو إذا لاحظت يتكرر لك حق تشكون عليه إذا هم يلتزم لأن هذا معروف عالميا لازم طبيب الأسنان لأن انتقال الجراثيم عن طريق الفم سريع جدا وبعدين غرفة الأسنان دكتورة يعني حتى أحيانا كانت تجين بعض الملاحظات أن المرضى يتخرون طبيب طبيب الأسنان بالتحديد تدخل عليه ممكن إذا بتسوي شغلة بسيطة تأخذ ما بين أربعين إلى ستين دقيقة صحيح حين لما يطلع المريض خلاص ما يدخل هذا مبحلاك صحيح نفس الكرسي بس الخدمة موسالفة بس شو شو اللي يستوي التعقيم تعقيم الغرفة يأخذ عشرين دقيقة بالضب بالضب عشان ينضفوا لك الغرفة ويعقمونها من الرذاذ اللي يكون مع العمليات لأنها كلها جراثيم وكلها فيروسات ممكن تنتقلك فأحيانا العميل يقول طبيب يالس فاضي لا يالس فاضي بالضب صحيح في آلية عمل قاعدة تسوي جماعة الخير وهو من التزام هيئة الصحة محمود بعدم تقليل انتقال الجراثيم أو المكربات من مريض إلى آخر ومن طبيب إلى المريض عشان شي لازم يكون فيه عندنا يعني علم بهالأمور التي تستوي يعني يقول المستشعات خاصة سوى تجارية عقب التيمين الصحيح والله يعني هذه من خصص لحلقة ومن اطرحها كقضية صح قضية من اطرحها على المعنيين مبعلة المعنية حتى مع الجمهور زي أنه ما نفتح المجال كله لأن نحن ناوين إن شاء الله برنامجنا شوي نفعل مثل هذه القضايا التي تهم الجمهور ومن ضمنها واحد من الأشياء لما نتكلم عنها أن للأسف في بعض الممارسات التي تتحول في القطاع الطبي بشكل عام واضع على مستوى العالم وليس دولة الإمارات على مستوى العالم سواء كان في القطاع الصحي أو غيرها من القطاعات الحيوية التي تلامس الناس بشكل كبير ما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله بيكون معنا في الاستوديو أستاذ خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هذه الصحة بدبي ما نتحدث عن هذا الموضوع وأيضا يعني أستاذ خالد الجلاف واحد من الأشخاص الحديث معهم جميل لأن تطلعين في أفاق التقافة وأفاق القراءة وأفاق أيضا وخطات كذلك موهوب جدا فهناك الكثير من الجوانب اللي ممكن نفتحها معا إذا ما خلصنا الجوانب الخاصة بإدارة البحوث فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتبكم مرة أخرى من سمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامج كم صحة وسعادة هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعاتكم مميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا 600551414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف عن نور دبي عن إنستجرام ومضيفنا الجميل أيضا موجود على لايف لإنستجرام حاليا طيب معنا الأستاذ خالد الجلاف مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في حيات الصحة بدبي أخوي خالد يعني قبل أن ندخل التفاصل كان عندك تعليق جميل أثناء الفاصل ردا على بداية البرنامج كنا نتحدث عن العلاج بالقرآن والرقية الشرعية فدائما نقول أفضل واحد يرقي وهو الشخص نفسه يرقي نفسه ولكن ذكرت لي معلومة أنا الأمانة ما كتعرفة ولكن تكلمت عنها في مستشفى راشد نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مثل ما قلت أخي محمود الرقية الشرعية تكون من الإنسان نفسه ولكن هناك حالات يعني تكون فيها في غيبوبة حالات مرضية لا يستطيع الإنسان يعني يرقي نفسه فهيئة الصحة مشكورة تقدم هذه الخدمة في مستشفى راشد خدمة الرقية الشرعية من خلال يعني مشايخ طالعين ويعرفون آيات الرقية والقراءات وغيرها فيقدمون هذه الخدمة للمرضى وهذا أيضا متطلب من متطلبات الاعتراف الدولي أن توفر الهيئة للمرضى الجوانب النفسية والجوانب العقائدية التي يؤمن بها والإيمانية والروحانية التي يؤمن بها المريض ولذلك يعني الحمد لله هيئة الصحة توفر هذه الخدمة ضمن خدمات التي هي خدمة الرقية الشرعية جميل يعني هذه أنا ما كتعرفها ولكن شغلة جميلة دكتورة والله عرفناها اليوم وصراحة شيء جميل يعني احترام يعني تقدير لأن هذه نشوفها حتى في الخارج بالضبط صح بالضبط الآن إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات هذه واحدة من الإدارات الجديدة التي تضمنها الهيكل الجديد لهيئة الصحة بدواء الذي تم الإعلان عنه في فترة سابقة نعم الإدارة هذه بتسمف دعم اتخاذ القرار داخل الهيئة الآن شو يعني تضمين الهيكل الجديد للهيئة إدارة خاصة بالبحوث والدراسات وتحليل البيانات شو المهام اللي بتكون عندكم وكيف رح تأثرون على تطوير القطاع الصحي بشكل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات مثل ما قلت هي كمسمة إدارة موجودة ولكن كمهام كانت موجودة ولكن كانت مبعثرة في أقسام مختلفة وفي إدارات مختلفة مع يعني تشكيل والهيكلية الجديدة هناك قطاع مهم من قطاعات الهيئة هو قطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي وارتأو القيادة العليا أن تكون هذه المهام ضمن إدارة واحدة إدارة متكاملة تقدم ثلاث أقسام قسم لإدارة المعرفة والتي تحدثنا عنها سابقا معكم من خلال برنامجكم الجميل وأيضا هناك قسم الإحصاء وإدارة البيانات وقسم البحوث والمسوحات طبعا المهام كلها تتعلق بالمعرفة وتتعلق بما يسمى باللغة الإنجليزية data المتوفرة بالهيئة وإضافة عليها البحوث هي ليست البحوث الطبية التي هي من اختصاص إدارة التعليم الطبي والأبحاث إنما هنا البحوث الصحية البحوث التنظيمية البحوث والدراسات المتعلقة بالتنظيم الصحي ومتعلقة بالإدارة الصحية ومتعلقة بالقطاع الصحي بشكل عام تضمين هذه الإدارة ضمن الهيكلية دليل اهتمام الهيئة بقضية المواكبة للمستجدات بقضية المواكبة لأفضل ممارسات دليل أيضا البحث عن المجالات التطوير والتحسين من خلال المعلومة أو من خلال الرقم مثل ما قالوا زمان قالوا السيف وأصدقوا إنباء من الكتب أنا أقول هنا الرقم وأصدقوا إنباء من أي شيء آخر الرقم لا يكذب الإحصاءات لا تكذب البحوث والدراسات العلمية الممنهجة أيضا لا تكذب تعطي لكل متخذ قرار معلومة صحيحة عند اتخاذ القرار بعمل أو بإلغاء أو باستحداث أو حتى عندما نتحدث عن تفاخر على إنجاز إنجازات الهيئة مبنية على حقائق وليس الدعاءات كما يفعل البعض يعني صحيح فمن كلامك أستاذ خاد نفهم أنتم تأخذون البيانات والمعلومات وتحللونها وتبنون عليها قرارات فشو أهمية وجود مثل هالبيانات ومساعدتها في التخاذ القرار لتطوير الهيئة أو تطوير الخدمات شو أهمية هالبيانات نحن لا نأخذ فقط البيانات إنما نقوم أيضا بإيجاد البيانات يعني كجزء إضافي يعني اليوم أي قرار طبي لابد أن يكون مبني على دراسة مبني على أرقام فاليوم لما استحدث خدمة جديدة هل هذه الخدمة الجديدة يعني في حاجة لها هل هناك جدوى من إيجادها ولا لا هل هناك آخرين يقدمونها ولا ولا لا هل أبعث المرضى للخارج أو إني أبقيهم في الدولة وأقدم لهم خدمة جديدة هذا كله مبني على الأرقام التي نتحدث عنها لما أتكلم عن موضوع مثلا استحتاف مركز جديد أو مثلا إيقاف خدمة معينة تكون مبنية على هذا الموضوع صحيح إدارة معينة من الإدارات تريد أن تستحدث مثل هذا الموضوع تقوم إدارة قسم البحوث يقوم بعمل بحث علمي مبني على منهجية مبني على دراسات مبني على مقارنات معينية وتقدم للإدارة المعنية هذه بحث متكامل يساعدهم في اتخاذ القرار أنه يعني يتوكل على الله واستمروا في مشروعكم أو لا لا تستمرون متخذ القرار يعتمد على هذه الدراسة العلمية المنهجية التي يقدمها ناس متخصصين لذلك الأمر اليوم عندما نتحدث عن ما يسمى قصص النجاح قصص النجاح هناك قصص نجاح كبيرة جدا في الهيئة والأرقام تتحدث عنها مثل عندك أمثل عليها مثلا أعطيك مثال اليوم التلاسيمية مثلا في هيئة الصحة اليوم التلاسيمية لما بدوا وين كانوا واليوم وين وصلوا صح لو وصلنا صفر حالة تقريبا أو يمكن صفر فاصلة صفر شي واحد بالمية هذه الجهود أخ محمود ما جاءت من فراغ ما جاءت من فراغ هناك جهد بذلت الهيئة الناس المعنيين في مركز التلاسيمية قدموا جهود قدموا دراسات قدموا بحوث وعلى ضوء هذه قل صارت حسنت حياة المريض التلاسيمية والدكتورة أنت أعرف مني بهالموضوع كذلك الأمر صاروا اليوم يتزوجون صاروا يوم يعيشون حياة شبه طبيعية يعني معاناتهم قل هذه قصة نجاح وكيف نتكلم عنها لما نقارن الأرقام قبل عشرين سنة إلى اليوم هذه الأرقام هي التي تقول لك مثلا أننا كهيئة الصحة مارسنا عمل جيد ومميز ونجحنا فيه هنا في تعليق يقول الهحصائيات ليست دائما دقيقة شيخي أنا يعني بترك لك التعليق أكيد بس بقول شغلة بسيطة الأرقام يا جماعة الخير الآن عملية التعامل مع هذه البحوث والدراسات أنت شو اللي تبغي تبغي الشفافية صحيح أخوي خالد إذا ما نتكلم عن الشفافية هي أنا أبغي أعرف أنا وين مكاني صح شو وضعي فعلى هذا الأساس بأخذ القرار السليم فإذا كان متخذ القرار أمام أرقام سليمة ودقيقة وفيها من الشفافية الكبيرة أعتقد أن ما في أي سبب يخلي الإحصائيات ما تكون دقيقة أنا بجيب على هذا التعليق بشكل آخر يعني لمزيد من المصداقية من مهام هذه الإدارة أنها يعني تتعاقد مع مؤسسات خارجية إذا قمت باستباب مسوح معينة أيضا أخلي الجهة الخاصة الشركة الخاصة تقوم بنفس المسوح ثم بعد ذلك أعلن هذه النتائج وهذه النتائج حتى تكون النتائج دائما فيها شفافية أني أنا لست يعني مغالط الواقع وأيضا أن هذه ما فيها مبالغة هذه الإجابة أننا مثلا مش دائما دقيقة نعم أنا أؤكد بس أؤكد لأيضا أن دراساتنا أو مسوحاتنا أو أرقامنا إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون قدرة للمستطاع أنها تكون حقيقية ويبقى الجزء الآخر اللي هو الآن نعمل عليه أيضا إحصاءات غيرنا لأنه من مهام الإدارة هو أن نقوم بعملية استقصاء عمل المسوحات على مستوى الإمارة فهني شوية أيضا تبغي الآخر مقدم الخدمة الآخر أن يلتزم بنفس منهجيتك أنت في جمع البيانات وأيضا في عملية مصداقية المعلومة ليعطيها وهذه إن شاء الله تأخذ وقت وإن شاء الله بتكون الأكورسي فيها قريب جدا يكون عالي جدا جميل تفضلي كنت بسأل قلت عن واحدة من الأقسام الموجودة تحت قسمك أخوي غالد إنه إدارة المعرفة أنا واجي شدني هذا الجزء لأنه مثلا نقول يطلع المعارف اللي عند الموظف نفسه يعني فخبرنا عن إدارة المعرفة عندكم إدارة المعرفة هي وحدة من مهامها هو المعرفة المتوفرة عند الموظف بمعنى أن نحن نركز في الوقت الحالي نركز على ثلاث برامج نعم ورح يتم الإعلان عنها قريبا وإن شاء الله برنامجكم رح يكون المصدر الأول لإعلان عنهم إن شاء الله ثلاث مع البرامج هذه اثنين منهم جاهزين 100% وحدة من هذه البرامج برنامج يسمونه المعرفة المكتسبة والبرنامج الثاني يسمى المواهب والهوايات المواهب والهوايات هي المعارف الغير ممارسة ضمن الوظيفة اليومية يعني مثلا أنت طبيبة ولاك في نفس الوقت رسامة مثلا أنت طبيبة ولاك في نفس الوقت مثلا شاعرة طباخة مثلا طباخة نعم هذه الأمور هذه المعارف المتعلقة الإضافية هاي ممكن تحصر ويممكن يشتفاد منها بشكل أو بآخر بالنسبة للموظيفة صحيح المعرفة المكتسبة اللي هي أيضا طباخة شي ما نستفيد أنا بقول لك يوم أنا بقول لك مثلا الآن تعمل مثلا نشاط للمرضى في المستشفى للأمهات لتعليمهم يعني ندري المريض أخي محمود لما يكون في المستشفى أحيانا يحتاج أن يرفع النفس بشكل أو يعملون مثلا درس طبخ أو يعطونهم مثلا طريقة الطبخ أو الكلام عن الطبخ مع الممهات مع النساء هذه الخصوص المزوجات والله أستاذ خال لا تفتح لحظة لا تفتح هذا المجال لأن أكثر طباخين في هذا عنا في الهيئة ترى ما شاء الله تبارك الرحمن ريائل وحريب نعم نعم لشي طباخين زي ليش من نسفيد منهم هذا مثلا الموضوع المعرفة المكتسبة أيضا معرفة المكتسبة اليوم يعني مئات من الموظفين يحضرون مؤتمرات يحضرون دورات تدريبية يقومون بزيارات ميدانية أيضا هذه الزيارات الميدانية تنتهي مع انتهاء الزيارة ثم يقوم وفد آخر بزيارة نفس المؤسسة طيب ما فيه فريق آخر قام وين مخرجات الزيارة هذه تكون من خلال هذا البرنامج بشكل الزامي أيضا المؤتمرات مثلا دكتورة ندى اليوم راحت مؤتمر محمود يريد يروح نفس المؤتمر هذا طيب شو الفيدباك من عند الدكتورة ندى هل المؤتمر هذا يعني مهم هل فيه إضافة مثلا لخمحمود أنه يروح ولا لا من خلال هذا البرنامج كل المعارف اللي اكتسبت من في المؤتمرات أو البرامج التدريبية هذه سوف تحصر خلال هذا البرنامج إذن يعني الإدارة راح يكون لها أثر إيجابي كبير في تحسين الخدمات الطبية واللي بشكل مباشر راح تقوم بإسعاد المرضى والمتعاملين مع الهيئة فنحن نتمنى لكم التوفيق أنا قبل لأختم لأنه عندي دقيقتين أستاذ خالد بترك لك كلمة أخيرة تبغي توجهها الكلمة الأخيرة أن هذه الإدارة ضمن إدارات قطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي دورنا كلنا كقطاع أن نكمل بعض صحيح اليوم إدارة إسعاد المتعاملين دورهم أنهم يعني ياخذون من نتائج المسح أو الاستقصاء الأراء ثم يقومون بعمل أنشطة للتحسين كذلك الأمر الإدارات الأخرى محتاجة مننا أن نقوم لها بدراسات إذا حددوا لنا المحتوى الدراسة اللي نحن بنقدم لهم الخدمة لا نستطيع أن نعمل بيد يعني بواحدة إنما نصفق بأيدي متكررة ويدا بيد ننجز إن شاء الله إن شاء الله يعطيكم يا رب إياكم إن شاء الله وإن شاء الله نحن كذلك رح نستفيد يعني وايد من البحوث اللي أنتو بطلعونها إن شاء الله والبيانات اللي بتحللونها لأنه راح تساعم أكيد كذلك في تعريف المجتمع بجميع هذه الخدمات والطبخات والطبخات الطبخ بالذات لا يعرف عمر ولا جنس نساء رجال كبار صغار كل حد هذا الخط ولا الطبخ الطبخ لا حول ولا قوة الله بالله يقول الله يحفظكم وعليكم مكسور طيب يتحدث عن وزارة الصحة صدقني جميع الوزارات والمؤسسات أنا آمن أنهم يعملون على دفع المتميز ولكن دائما المتميز ما يهضم حقه بأنه يسكت ولا أنه يتم مداري في الظل لا يجب أن تسعى إذا كنت متميز أنك أنت تكون في الأمام دائما بضغط وجبات صحية إن شاء الله وجبات صحية إن شاء الله يا رب عموما شكرا لك أستاذ خالد الجلاف مدير ردارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات فيها تصحب دبي وإن شاء الله نحن نستضيفك يعني مرة تانية ما نتحدث عن جوانب أخرى خاصة بلجنة القراءة والفعاليات الكبيرة التي أنتم تقومون فيها والجهود المبدولة حقيقة لدعم ثقافة القراءة في هيئة الصحة بدبي لأن السيد خالد هو رئيس اللجنة كذلك شكرا لك دكتورة نادة الملة شكرا لكم شكرا لك أحمد سلامة ما قصر وكل شكر لناصر السليمي وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العدي ونشوفكم إن شاء الله دكتورة نادة بشوفكم الأسبوع الياي يوم الأحد أنا بشوفكم الأحد اللي بعد إن شاء الله بالحياة نزيل لأننا سامحوني إن شاء الله إذا ما كلاك الأسد ما شيء يسود هناك عموما نشوفكم على خير وسامحون على الكصور وهذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العدي وإلى الملتقى يوم الأحد إن شاء الله حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر